والعلم يحتاج إلى صبر ولا ينال العلم عجول ولا كسول ولا متكبر ما ابتلي بآفة من هذه الآفات الثلاث فليغسل يده من العلم لن ينال العلم لن ينال العلم عجول ما يصبر ولن ينال العلم كسول يريد أن يصبح من علماء المسلمين وهو راقد في البيت ومن صور هذا المعاصرة أن بعض الناس سار لا يحظر مجالس أهل العلم باعتبار أن الدرس منقول فينام على السرير ويستمع للدرس وبركة المجالس والمشافة والأخذ من الشيخ لا تنال إلا بالحضور بإذن الله عز وجل ولا ينال العلم متكبر من دخله الكبر فقد خرج العلم من الباب الآخر الذي يقول لنا ما أحتاج أن أتعلم خلاص أنا كبرت وصرت ما شاء الله وأنا الآن طالب علم أدرس ثق تماما أن من تعلم العلم النافع بإخلاص كل ما زاد علمه كل ما زاد تواضعه لأنه يوقن أن الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه كل ما زاد في العلم هو بنفسه الناس تنظر إلى نماشا الله عنده وهو ينظر إلى ما يجهل كل ما تقدم به السن والعلم علم أنه يجهل أكثر فيحرص على أن يطلب العلم وذلك أنا أوصي نفسي وإخواني يا إخوة بالتخلص من هذه الآفات الثلاث العجلة وعدم الصبر والكسل والكبر والأمة بحاجة إلى طلاب العلم ولا سيما نحن نرى كثرة موت العلم وتتابع موت العلم فنحن بحاجة إلى أن نتواصى بالعلم وأن نتواصى بالصبر وأن نصبر على ذلك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أكرمه بالعلم والإخلاصي ومن من قبل منه سعيه وعمله وطلبه اشترايا